حادث إرهابي آخر يضرب المملكة المتحدة وهذه المرة شمال شرق لندن بمنطقة ليونسي الضحية ديفيد ايمس برلماني بريطاني عن حزب المحافظين قتل بعد تعرضه لعدة طعنات من مواطن من أصول صومالية الجريمة وقعت في كنيسة كان يجتمع فيها ديفيد مع بعض ناخبيه وأكدت الشرطة البريطانية أنه اعتداء إرهابي هذه الجريمة أطارت استياءا كبيرا بين البريطانيين وتعاطفا مع عائلة الضحية أما رئيس الوزراء بوريش جونسون فقد وصف ديفيد ايمس برجل السياسة اللطيف قلوبنا مليئة بالصدمة والحزن لفقدان النائب السير ديفيد ايمس الذي قتل في دائرته بعدما يقرب من 40 عاما من الخدمة المستمرة لأهل المنطقة والمملكة المتحدة الناس مصدومون للغاية ويحزنهم قبل كل شيء أنه كان أحد ألطف وأطيب الساسة سكان منطقة ليونسي الهادية والبعيد عن الجريمة والعنف لا يزالون تحت وقع الصدمة ولكنهم يؤكدون أن الواقع لن تؤثر على مصاري الديمقراطية في بريطانيا إنه شيء مروع لا زلنا تحت الصدمة ولم نصدق ما حدث ليس لبرلماني عظيم فحسب وإنما لشخص محبوب عالميا الاعتداء لن يغير من الديمقراطية والمتخبون البرلمانيون سيواصلون القيام بواجباتهم بعد هذا الحادث الإرهابي تعالت من جديد الأصوات المطالبة بحماية البرلمانيين في المملكة المتحدة خاصة وأن البلاد شهدت واقع مشابهة راحت ضحيتها النائب العمالي جو كوكس في عام 2016 المواطنون يضعون الورود تضامنا مع روح الضحية ديفيد أمس والسرطة تستمر في التحقيق ووسائل الإعلام تبحث عن تفاصيل الاعتداء الإرهابي محمد الفنيش قناة الغد من منطقة ليونسي شمال شرق لندن